المجرة كل 250 مليون سنة دور الصوت هذه الطيور تستخدم نفس التقنية، نفس الطريقة الهندسية لماذا؟ لأنها الأكثر توفيراً في الطاقة وهذه طبعاً المناظر والأشكال والرسومات كلها من صنع أناس غير مستميين لسنا نحن من وضع هذه الحركات ولست أنا من قارن حركة الطائر بحركة الأرض هي موجودة هكذا يستطيع أي إنسان أن يبحث ويستيقم بهذه الحقيقة الألمية الآن نأتي موسيقى يقرأ وحياه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أحبة الكرام أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم أنزله بعلمي الحقيقة علمنا مليء بالأمور والعجائب التي تدل دلالة قاطعة على أن للكون خالق وللصنعة صانع جل في علاه ومع استكمال رحلتنا الإيمانية في الحديث عن قضايا الإعجاز العلمي التي تزيد الإيمان في القلوب وتضحض المكذبين والمشككين بأدلة قاطعة من الكون ومن صفحات القرآن الكريم يتجدد اللقاء مع عالمنا وباحثنا الجليل سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل مرحباً بكم بارك الله بكم وجزاكم كل خير وعن المسلمين جميعاً بارك الله فيك دكتور اليوم دكتور نستكمل رحلة الإيمانية ونطرك لك المجال أنك يعني تعطينا من اللآلئ التي استخرجتها وأنت تغوص في أعماقي هذا الكتاب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً الحقيقة أحببت اليوم أن أتناول قضية انتشرت مؤخراً بشكل كبير على مواقع الإنترنت وهي نظرية الأرض المسطحة أن الأرض عبارة عن قرص مسطح ومنهم من يقول إنها ثابتة ليس هناك أي دوران أو حركة والكواكب تلف وتدور والنجوم تلف في الأخير يعني هذا كلام ملخص النظرية هذه نعم نعم الذي يهمني أن بعض علماء المسلمين للأسف التقط هذا الكلام وقال هذا موجود في القرآن لأن الله تعالى يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم سبحان الله يعني اعتبر أن هذه الآية دليلاً على ثبات الأرض ولو دارت الأرض لما انضبط هذا المعنى معنى الآية مع دوران الأرض سبحان الله ثم جاء شخص آخر وقال بدلاً من أن نذهب بالطائرة إلى منطقة معينة نقف فوق الأرض ونتركها تلف وتدور وهذا الكلام الحقيقة أنا يؤسفني عندما يصدر من إنسان مسلم متبحر في القرآن لأن مجال هذا الحوار أو النقاش هو علم الفلك دائماً القرآن يأخذك من الكون إلى القرآن وليس العكس جميل قاعدة يعني لا يمكن أنا كعالم مسلم مهما بلغت من علوم القرآن أن أستنبط نظرية كونية من القرآن من دون أن أبحث في الكون تجارب أولاً وبحث في الكون نعم لأن هذا ترتيب القرآن ومنهج القرآن الله تعالى يقول صحيح قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق نظر وتأمل قال أيضاً قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولاً دعم لما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون نعم تأمل قال أيضاً أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تتبر آيات بالمئات موجودة في القرآن صحيح صحيح تطلقك باتجاه الكون لتعود من الكون إلى القرآن سبحان الله نحن عكسنا الآية أصبحنا نريد أن ننطلق من القرآن باتجاه الكون والقرآن لم يأمرنا بذلك إذن نحن نخالف منهج القرآن فوقعنا في هذه الأخطاء التي أصبحت سخرية للملحدين أيوة طيب القرآن ماذا يقول؟ لا توجد آية واحدة في القرآن تقول بثبات الأرض أبداً سبات أم سطحية الأرض؟ سباتها أو سطحية أو استوائها استوائها تمام الآية التي تقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لم يقل كيف سويت سبحان الله لأن في علم الهندسة هناك فرق سبحان الله ما الفرق دكتور؟ بين السطح والمستوي أيوة أي طالب يدرس الهندسة يعرف الفرق السطح يمكن أن يكون سطح كروي سطح بيضوي الله ولكن المستوي يكون مسطحا مستويا تماما مستويا تماما نعم لذلك المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان في السطح المستوي ولكن في الكرة ويمكن أن يلتقيان سطح المسطحة سبحان الله معلومة جميلة إذن القرآن لم يقل أفلا ينظرون أو وإلى الأرض كيف سويناها أو سويناها لا لا هذا غير مذكور في القرآن أبدا كيف سطحت سطحت أي هي سطح مهما تسير عليه تعود من حيث بدأت يا سبحان الله وتبين من خلال الصور التي التقطت حديثا لمجموعة كواكب المجموعة الشمسية أن الأرض هي الكوكب الوحيد الممهد والمسطح الذي لا تشعر أبدا لا بكرويته سبحان الله ولا بمشاكله إذا وقفت على سطح القمر تعتقد أنك ستسقط بعد قليل لأنك ترى الانحناء لأن قطر القمر أقل بكثير من قطر الأرض صحيح القطر الخاص بالكرة الأرضية مناسب جدا لهذا المجال مجال الرؤية لتراها مسطحة أمامك ولا تنتهي سبحان الله قطر الأرض بحدود 12.750 ألف كيلومتر صحيح تختلف من القطبين باتجاه الخط السواء المهم هذه الأرض هي مسطحة ولكن ما هو شكل السطح أنت اليوم في الهندسة تقول أنا لدي سطح سيسألك ما هو نوعه صحيح قروي بيضوي ما هو نوعه متوازم استطيلات قواعد هندسية معروف جميل والقرآن يتحدث بلغة الهندسة إذن قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد موضوع الأرض المقصود بها المسطحة يعني المستوية ليس له علاقة بهذا الكلام فهمنا هذا الفرق نعم أين الدليل على الكروي طيب جميل الله تعالى ماذا قال وهو الذي خلق الليلة والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون الله أكبر الشمس تسبح سباحة حقيقية لأنه تبين حسب حسب بحث نشر في مجلة طبيعة أن الحركة الحقيقية للشمس إذا خرجنا خارج المجرة ليس خارج المجموعة الشمسية خارج المجرة نحن هنا لا نستطيع أن نرى الله أكبر خارج المجرة تصبح المجرة قرص أمامنا نعم والشمس تصعد وتهبط وتدور دورة كاملة كل 250 مليون سنة الله أكبر وتصعد عشرات الملايين من السنين ثم تهبط بحركة تسمى الحركة الموجية الاهتزازية حركة تشبه موج البحر وتشبه من يسبح في البحر لذلك لم يقل وكلهم في فلك يمرون أو يسيرون أو يدورون يسبحون يسبح حركة السابح تمام الله أكبر والقمر والأرض وبقية كواكب المجموعة الشمسية أثناء اهتزاز الشمس وصعودها وهبوطها وحركتها الموجية الاهتزازية حول مركز المجرة تتبع حركات أكثر تعقيدا الأرض حركتها معقدة أكثر لأنها تدور أصلا حول الشمس والشمس والأرض تصعدان وتهويان أيوة وتدوران حول المجرة مركز المجرة وتصنع حركة تشبه حركة الأرض حركتها تختلف عن الشمس هندسية سبحان الله تشبه حركة الطائر الطائر كيف يطير يصعد ويهوي ويتقلب سبحان الله حركتين له الشمس لها حركة واحدة السباحة فقط لا تتقلب هي تصعد وتنزل على شكل موجة وتلف هكذا إلى ما شاء الله كالسابح لذلك قال والشمس والقمر كل في فلك يسبحون علماء وكالة ناسا اليوم يدربون رواد الفضاء على إصلاح المراكب الفضائية في مسبح عملاق هو الأكبر من نوعه في وكالة ناسا بنية حديثا ويتدربون داخل الماء ويقول لك رائد الفضاء إنني أشعر وكأنني أسبح في الفضاء ويستخدمون كلمة سويم سويم يعني يسبح نفس الكلمة القرآنية الله أكبر إذن أصبح لدينا حركة للشمس جميل سباحة سباحة وحركة للأرض سباحة مع دوران تعطيك تقلب بالإضافة أيها للطيران وتقلب يعني بها المعنى جميل لتنين مع بعض أريد أن أصور المعنى الدقيق طيب كيف يسبح الليل والنهر أيها الآية فيها أربع عناصر نعم وهو الذي خلق الليلة والنهر والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون أيها لابد أن تحدث حركة دورانية مشابهة لحركة الشمس نعم بالنسبة للليل والنهر هذه الحركة لا تحدث إلا إذا دارت الأرض الله أكبر وهذا دليل دوران الأرض الله أكبر الله أكبر ولا يتحقق إلا بالشكل القريب من الكروي لأنها مفلطحة قليلا عند الحطل السيوء جميل التستدلال رائع نعم إذن أصبح لدي مجموعة من الحقائق العلمية طبعا الآيات القرآنية سنأتي بها نعم نعم إن شاء الله هذه الحقائق العلمية التي نراها اليوم والتي ذكرها القرآن بدقة يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أكيد هذه الدقة العلمية والهندسية صحيح عندما قالوا إن الآية التي تتحدث عن الجبال أنها دليل على ثبات الأرض ليس لها علاقة بالأرض أصلا لأن الله تعالى يقول وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم في آية أخرى وألقينا في الأرض رواسية أن تميد بهم نعم ما معنى التميد؟ يعني تضطرب وتهتز نعم طيب ماذا يحدث لو اختفت الجبال؟ نعم في بحث حديث نشر 2017 لباحث أمريكي يقول إذا اختفت الجبال سوف تحدث اضطرابات أقلها انقراض الإنسان وموته وانقراض النبات الله أكبر فصور بأن هذا الجبل موجود له جذر مثلا جبال الهيملايا ترتفع 880 مترا نعم 8.8 كيلو متر تقريبا جميل وتغوص 120 كيلو متر جميل وتد لها وتد والجبال أوتادة ثبت الله به الأرض نعم فهذا الجبل الهيملايا 120 كيلو متر يغوص في الأرض ويثبت قشرة الأرض الرقيقة لأنهم يقولون إذا نزعنا هذه الجبال الأرض تتألف من ألواح هذه القشرة صحيح وبالتالي هذه الألواح ستتطرب لو لا وجود الجبال وتهتز هذا هو معنى الآية الدقيقة ذاك الله خيرا يا دكتور وسبحان الله العلي القدير الذي ما أنزل في كتابه كلمة ولا حرفا إلا وله معنى يقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أهذا الإله يعصى أهذا النبي يخالف أمره أهذا القرآن يدعي بعض المشككين أنه قرآن جاء به بشر لا والله إنه كتاب نزل من عند الله تصدقه آيات الكون ويصدقه كل موحد بالله أنزله بعلمه بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين حبة الكرام نعود ونستكمل هذا العلم الغزير ورحلة الإيمان مع القرآن وأجاز القرآن مع الدكتور عبدالله كحيل تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة لا يوجد ولا آية واحدة في القرآن تقول إن الأرض ثابتة أو الأرض مستوية جميل أو أن الأرض ولكن هناك آية وصفت لنا حركة الأرض بطريقة مذهلة وعجيبة بكلمة واحدة فقط هذه الحركات المعقدة التي رأيناها الله أكبر أو التي سمعناها وسنراها الآن إذا أحببت يعني أن نرى الحركة الحقيقية لكوكب الأرض كيف يسير هي لا تدور وليس مسارات وليس دوائر ولكن حركة عجيبة جدا عبارة عن طيران وتقلب هذه مجموعاتنا الشمسية إذا نظرنا إليها من خارج المجرة الشمس في المركز والكواكب التي تدور حولها ترسم هذه الأمواج انظر الشمس في المركز الجسم الأصفر الكبير وحوله هذه الكواكب وهذه هي الأرض في الأسفل الآن تدور حول الشمس إذن هنا هذه مجموعة الكواكب الشمسية المعروفة عطار المشتري وهذا كوكب الأرض وهذا القمر إلى آخره وهذه هي الشمس إذن عندما نخرج خارج المجرة نرى الشمس هكذا تتحرك تقود مجموعة الكواكب وكأنها تسبح سباحة حقيقية ولكن حركة الأرض تختلف عن حركة الشمس فالأرض بنفس الوقت تصعد وتهبط مع الشمس وتدور فهذا المزيج من الحركات الهندسية يولد لنا حركة تسمى حركة اهتزازية تقلبية الأرض تتقلب وكأنها تطير طيران انظر المسار الذي يرسمه الطائر أثناء طيرانه يشبه هذا المسار الله أكبر لماذا استخدم الطيور لأنهم وجدوا أن نفس المسار هذا الذي نراه أمامنا الآن انظر هذه الشمس في المركز الكواكب تدور وهذه المسارات طبعا وهميها هذا كله 3D طبعا وهذا سؤالي دكتور كيف استطاع العلماء أن يحددوا هذه الضوء؟ هذه بديهيات علم الفلك اليوم لا تحتاج إلى إثباتات لأنها حقائق معروفة يعني أنها تدور بهذا الشكل تدور بهذا الشكل لأن هناك أبحاث ودراسات ونستطيع أن نتكلم كثيرا بالإثباتات ولكن أي إنسان يريد أن يدرس علم الفلك يبدأ بهذه الأشياء البسيطة نعم ليس هناك بحث سلمي انظر إلى الطائر يقارنون حركة الأرض بحركة هذا الطائر انظر كيف ينزل ثم يتقلب انظر ثم يرسم هذه الموجة بزوايا محددة انظر هو هذا جناح الطائر وهو يطير ثم يعكس حركته هكذا ثم يكتم المسار عندما بحثوا في أسرار هذه الحركة وجدوا أنها الحركة الوحيدة التي توفر الطاقة بنسبة 100% هذه الحركة أي حركة أخرى سيستهلك مزيدا من الطاقة ولن يستتمكن من الاستمرار في الطيران أما عندما يسير بحركة تشبه حركة الكواكب أو حركة الأرض التي هي أيضا موفرة الطاقة هذه الحركة الدقيقة والتي تستغرق يعني الأرض تدور حول مركز المجرة كل 250 مليون سنة دور الصور هذه الطيور تستخدم نفس التقنية نفس الطريقة الهندسية لماذا؟ لأنها الأكثر توفيرا في الطاقة الله أكبر وهذه طبعا المناظر والأشكال والرسومات كلها من صنع أناس غير مسلمين لسنا نحن من وضع هذه الحركات ولست أنا من قارن حركة الطائر بحركة الأرض هي موجودة هكذا يستطيع أي إنسان أن يبحث ويستيقن بهذه الحقيقة العلمية الآن نأتي للقرآن جميل أصبح لدينا معنى لحركة الأرض التقلب والسباحة مثل حركة الطيور جميل طيب أنا إذا أردت أن أعبر هل أستطيع أن أستخدم كلمة واحدة فقط للتعبير عما رأيناه الآن أو نراه أمامنا صحب جدا تعجز كل لغات العالم ولكن لا يعجز الله هذا الأمر كلمة واحدة فقط قال تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأموتة أنا الحقيقة هذه الكلمة كانت تذهلني لا أعرف معناها عندما ذهبت للمعنى الدقيق في اللغة العربية والمعنى المباشر يقولون كفت الطائر أي أسرع وتقلب في طيرانه معاجب اللغة موجودة لمن أحب أن يتأكد والبحث موجود على الموقع ما شاء الله فماذا يمكن أن نقول أمام كتاب وصف لنا الظاهرة معقدة جدا بكلمة واحدة ألا يستحق أن نقول تنزيل من رب العالمين صدق الله نزل به الروح الأمين صلى الله عليه وسلم وصدق الله في كتابه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مبلغ شكرك دكتور على هذه المعلومات المصرية التي أسلجت الصدور وإيقظة العقول أحبة الكرام تعجبته لهذا المشهد الذي رأيته اليوم مع الدكتور العالم عبد الدائم الكحيل مشهد يثير فيك الإحساس القوي واليقين بأن خالق الكون واحد فهذا الانسجام بين حركة الطائر وكأنه يسبح والكواكب والمجموعة الشمسية والأرض هي أيضا تسبح بنفس حركة الطائر ألا يدل ذلك لك على أن الصانع واحد لا يسعني إلا أن أقول ما قاله الله عز وجل في كتابه وهو الذي في السماء إلى وفي الأرض إلى صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا اشتركوا في القناة